اشتركوا في القناة والله يغفر له ورحمه عانى عانى أبوي عانى مع المرض أنا مالحك تاريه خبرك ثلاث سنوات صير والله ما امدعني لكن المنفجاني عانى أبوي مع المرض عالجه مصر مرضه ايش تحلي سرطان قديم قديم هذا كلام عانى وراح مصر وراح الهند جلسه كم سنة وطريح فراش توفي عام كم توفي عام ميلادي 1419 كان ثلاث سنين يعني توفي عام 22 أو 23 تقريبا وعانى أنا عانى أنا أخواني معانى تخابر صغار كان فيهم يحفظ هذه الطويلة امرأ وكان حالة من البيت اليتم ايو والله اليتم يومي 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 لكن لي مع أخواني مهض ضايع ان شاء الله فالوقاد أبوي الله يرحمه عرف النبيت بس في الوادي في الوادي البيت جدي الله يرحمه أعطاه قطعتين أعطاه قطعتين في مزرعة جدي قلب فيها وبن في مزرعة جدي الله يرحمه طبعا أن أبوي توفى قبل جدي اوه ايه طلع جدي وعماني وعماتي يارثون في البيت لا لا الله الله يارثون صح ايه لأن أبوي توفى توفى قبل أبوك توفى قبل جدي ورثة والورثة كلهم عماني وعماتي في البيت في البيت في بيتكم في بعتنا والنا صغار مع أكبرنا أخوي حمود عمره 17 سنة الله بس كان حالة يقول الله يبدل من حال لحال الله كبر كان بيت كامل عايش على 1900 تخيّل بيت كامل عايش على 1900 الله سبحانه يبدل حالك من حال سبحانه فراحت الأيام كبرنا وكان أمي موجودة واحدة من عماني الله يرأى أني كان كافلنا عمي يحمود الله يرحمه يبيح مني جلس عقب و أبوي فترة توفى والله كان معنا واقفة ايه واقف معنا واقفة قوية أبوي أخوة عماني خواضي مالنبأ كان حالة صعبة جدا تخرج أخوي ناصر من التنوي وكان عندها ما شاء الله أخوي ناصر في الدراسة دكي وكان في الرياضيات بس من قوة معنات اللي لنا فيها ما قدر أكمل دراسة ابتخل توظف راح الرئيال توظف على طوب عشان ما قدر عشان ويش مهد الدرب لي والأخواني و أخواتي كم أنتم يا حافظ العياء أنا أربعة والبني أربعة عشان الله عشان الله لهو أخوي حمود هو حمود في سن واحد لا حمود أكبر منه وهو وصل منه في راح الرئيال أذكر يوم أنا جيب كلتها اللي ساعدة هنا كان يوم حضور الأباء في المدرسة توفى عمي و أخواني راح هنا هذه ساعدة موجودة مع أولها لكن مالك في الطويلة راحت الأيام توفى جد يا الله يرحمه جاء عماني و عماتي يرثون في البيت ذا في البيت اللي إنا فيه و ينزلون المزاد لا البيت اللي إنا فيه يرثون فيه لا عماني و عماتي الله يضوجيهم يطول عمارهم تنازل عماني ببنكوشي لكنه كاد لنا في مزرعة المزرعة ذي مالها شارع واحد وهو شارع باتنا فهمت؟ ولو أحد جاء و شرد المزرعة تسكر علينا أنا أخلاصة الموضوع يجيك المزرعة لذينا كنا نبيها في مزرعة اللي باتنا فيها لو أحد شرع المزرعة سكر علينا و خرب علينا يعني موترنا ما نقدر نوقفها فهمت؟ فهمت ذا كان بيجي منها مملوكة باتنا بين مزرع جدي و أرضا الواحد من التجار و البيت في النصف فهمت؟ كان المزرعة كتن كده على البيت و البيت تحس بضيقة؟ لا البيت دورين لكن نبغى المزرعة هذي اللي جنب البيت توفى جدي جلسوا عماني واحدة من عماني رهيب يضوج السحر عبدالله شرواك شرواك الطيبة جاء قلانتو نبدي ها؟ قلانتو نبدي نهو وكيل عماني وعماتي ووكيل الورثة قلانتو نبدي نعم و أنا بقاسر من دونكم شي والله يبدو يضوجها ايه لحين المزرعة هذي عندكم شوموها بقيمة ليتبي ليتبول و أنا معكم في ليتبول و كسمي أنا يا عمكم فأطرحكم منه لكن أنا فيه ورثة و فيه عمات اللي توفوا و يارثون عيالهم في البيت شغل ورثة ترازي كده؟ ايه قال ما أقدر أني أنا وكيلة نعم نعم لازم أني يعطيهم حقهم أكيد أكيد لكن بيتكم لكم أحد مخاشركم ببيتكم لا بالوقات كان فيها أكبر حق من أخواني أكبر مني أعطو اسمه أنفرج ايه و انتخرج من جامعة و يدخل جامعة ما شاء الله العقل و كده عيدا ما أبدأ في التجارة ماشر يدخل في التجارة تقل بك تشوف الضائقة و للتلعرة يجيب ماشر فأهمت؟ والوقات نبيل المزرعة دي المزرعة ذي اللي باتنا فيها باللهيبة باللهيبة مزرعة كبيرة فيها فوق ألفاً خلقاً ماش والمزرعة برضاً تدخل ما علينا بداخلنا النبي عشان ما حد يسكر علينا ضيق علينا فهمت؟ فجاء تعجر أنه طبعاً ما قدرنا عليها مزرعة في المليون فيها أزود كم تسامها؟ مليون؟ أزود من المليون أقل واحد من تسامها من مليون فعلمك ليش ما شرأ هي مزرعة سبيرة لكن من يمينها مزرعة ثانية من يشارها بيوت من يمينها منها بيوت يعني مسكّرة ما لها إلا شارع واحد ما هي مشروع؟ ما أيواه ولا لها إلا شارع ذا في نفس الوادي؟ أنا قد جيت الوادي في نفس الوادي؟ في نص الوادي في نص الوادي فجاء التاجر دار قلت عند مسفرة بنحجيلان كان ايه؟ تسمع ذا؟ ما بنعم لكن أقول لك فجاء التاجر دار سامها سامها على مساحتها أكلم مع أمي قال لدي مزرعة كده 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 ومساحتها كده 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 كان مليون على الشوف يجب أن يجي وشوف المزرعة وشوف ماها وشوف أرضها كان خلاص ويدخل ويدخل أول ما الدخل ما دخل ضيق يمكن أن ترالها لا تمر ترالها لا يدخل ترالها سوق يعني ثلاث مواتر لا تأخذ شجر شجر قبل الشجر فيه باثنا مسكر على المزرعة فهمت؟ يعني مرة لا ينفع إلا لكم أيوه فجاء التاجر الأول ولا تنفع إلا تباع كامل أو على البيت الله عليك فجاء التاجر الأول وشوفها كان أنا أبقى المزرعة والبيت والبيت ولو بالقيمة يتبع ميدعمي هذه الكلام ما بعد خلصوا حصال ورثة قال عمي أنا ما أنا مطلع يا أخوي ولأنها تجلسة عشر سنة لأني مارث فيها أما يا أخوي ما أنا مشرع دواني مطلع يقولها جاء التاجر الأول أحاول فيها إلا كان كنت أشتريها منهم برضاهم ويطلب بصر كنت بيع قيمت لهم قال أنا ما أسومها كاملة قال كاملة ما عندنا كاملة لك المزرعة بس البيت هذا لأخوة لأسومة حالها نعم البيت هذا أنا ما أطلعته لكنني أطلع كلام قاطع ايه يبي فيه يبي فيه قال مرة مليون وصر أظنني مليون وخمس البيت البيت والمزرعة وهم لقوا لهم بحقي أردتهم في البيت باستلازر أماني وعماتي قالوا لا أنا أبغل لها المزرعة بيت 8 بي الله 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 فعيد التاجر منهم دور عمي دور عمي دور عمي يبي أحد يشتري ذا المزرعة بس بدون البيت كل جاء أحد البيت خرب عها والله أنا جلسة 8 سنين ثمانة سنين وزود بعد ثمانة سنين وزود بعد ما حد شرح ما حد شرح ما حد نخلي فيها والله أي والله شوفك كبر أخواني الثلاثة الكبر احنا أخوي حمود ومظف ما شاء الله بعيال وبيت وسيارة ومداخل تجارية ثانية أخوي نفرجي يقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن شغل مخه ولا اعتمد على الوضيح ما توضف الله يبارك لك تعطي وضيفها ويشتغل في التجارة تجارة ياما أقول لك الشدة تطلع أرجاء ماش أخوي ناصر الآن إشارة المزرعة من أخوي ناصر اللي صغر منك؟ لا اللي يقول لك يمكنه يكمل دلاشته ولا يحل منه يكمل هو عنده غياضيات ذاكي ما شاء الله الله تبارك الرحمن ويمديه يكمل دلاشته لكن من الشدة ما قدر يكمل الله فتوظف على الوضوط فراحت السنين جمع 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 لأن سحب لها قرض عقائي يام سحب قرض عقائي ف سحب ظني مليون ما ذلك خذ بالمزرعة ايه ما جاه في راسح إلا المزرعة طب المزرعة ما هي نظامها هذه نشريها نظامها قطة بين الأخوان أنت عليك كده و أنت عليك كده و أنت عليك كده أخواني أوضعتوهم طالعين على التجارة وبخير فلم داهم في البداية قال أخي ناصر أنا بشري هذا السع قال أخي ناصر أسركم لا يسركم ميدنا يا أخواني قال أخواني يجيبهم عقوبة 8 سنة أو أكثر بعد 8 سنة شف سبحان الله دارة الدنيا دارة الدنيا طلعت من نصيبكم أنتم ربك اللي كاتب فجاء جاء عمي عمي بيض الله وجه الله يبيض وجه بيض الشاشة الله يبيض وجه بيض يا صلاة قال القيمة اللي تبون أكتبوا الشيك وأنا معكم ما صبرت السنين دي وأنا بطلعكم معي يا أخواني شفت قال هذا الشيك 600 ألف شف رحمت قال بشرط شف فيها سنضع جمع عماني وعمتي جدي الله يرحمه موصي بثلث المزرع ووقف له وهم السنين دي حاولوا الوقف قال أول شيء قبل البعاء وقبل كل شيء وحطيها وقف ووقف مصارفه في إيش وقضوا الفلوس قالوا اتفقوا عند لعممان عماتهم طلعوا ثلث الوقف وخذوا فلوسا ج Sangre نعاد ومسيحنا المنزرحة كاملة وحطنا أبناء وخواني ومش وواللهما لكي حطنا أرضم مجالس وحطنا بيوت وحطنا الدنيا شف عدد الله من حال فقولك شدث تلع ريجنا رشح وبعض رئيه موابس طيب و المزرعة كم مساحة سبيرة و أنا ما عرف المساحة لكن كبيرة كبيرة جدا كبيرة جدا لكن ما لها شارب أحد رسيطة ما عليك مش شارب طيب و البيت القديم هديت مو؟ لا باتنا نرممناه طيب يعني شف كان كلنا في بيت صح؟ لا حين ما في البيت إلا أنا و أخوين ترجم ما عادت فيه أخواني بنوا بيوت أخوين أصرباني بيتين ما أخذ مرتين أخواني بنواة بيتين وهي بطن الوادي لا يمكن أن تضع فيها مثلا تجرع روادس برسي لا يمكن خلناها سكنية وتجمعنا كلها ولا بغيتم الوادي ما شاء الله فيها الخير الوادي فيها مزارع برا وفيها نقدر نشرب لكننا نبيو إيش الخدمات حوالنا كل شيء حوالنا هذا يشده رحبا السلام السلامة حافيك نعم كيف مزارع عندكم؟ مزارع عندنا يطوي للحمر والسلامة والله نحن ما عندنا مساحة جديدة ما عندنا مساحة جديدة ما عندنا مساحة جديدة أين مكانكم؟ فيتهمة زهران طالع مكان نعم نتبع المحافظة الحقرة تورقين على مناطق وقراء هل عندكم مزارع نفسنا؟ عندنا مزارع يطوي للعمر والسلامة مشاحات كبيرة لا 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 عندنا مسكوي كيف؟ مسكوي هذه محافة عندكم هذا تشرب من الوادي تشرب؟ تشرب من الوادي نعم يعرف؟ ما هو نفسي مضامكم ورشاشات وكذا؟ أشرب من الوادي نعم يوم أنك هرجت لين هرجت؟ نعم هو ما أحطه نعم وجلس شويك قلت يا ماجد يلا غسل نعم